تهتم حكومة مملكة البحرين بدعم الشباب البحريني باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية في الحاضر والمستقبل والمساهمين في تقدم مملكة البحرين في شتى المحافل حيث خصصت العديد من البرامج والمبادرات للارتقاء بالقطاع الشبابي وجاء قرار تخصيص يوم للاحتفاء بالشباب البحريني كدلالة على اهتمام الحكومة الموقرة بالشباب البحريني معرفانا وتقديرا لعطاءات وابدعات الشباب الوطن ودورهم فيما تشهده المملكة من نهضة وتطور في شتى القطاعات حرصت حكومة مملكة البحرين على دعم الشباب في المملكة من خلال كافة المبادرات التي سخرت فيها الإمكانيات دعما للشباب واحتفال مملكة البحرين بيوم الشباب البحريني في نسخته الثانية جاء بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي أقر هذا اليوم حرصا وتأكيدا على أهمية الشباب البحريني في رفض مساعد تنمية والمساهمة في تقدم مملكة البحرين في شتى المحافل الحرص الكبير الذي توليه الحكومة للشباب تجلى في العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي استهدفت فئة الشباب وعلى سبيل المثال للحاصر أصبح برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حضنة للشباب الطموح في حكومة مملكة البحرين إذ يقدم البرنامج فرصا لاكتساب الخبرات وتنمية القدرات مما يسهم في تعزيز العمل الحكومي والسدامة مسيرة النماء الشامل باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية في الحاضر والمستقبل كما أن اهتمام الحكومة بالشباب بشكل عام اتضح جليا في برامج وزارة شؤون الشباب التي تستهدف مختلف شرائح الشباب وتطور من قدراتهم في كافة المجالات كما تمثل مدينة الشباب فرصة لنقل الخبرات وتبادلها بين الشباب البحريني إلاوة على إنشاء الوزارة للعديد من مراكز الشباب للتركيز على الاستثمار فيهم باعتبارهم ثروة الوطن ويعكس الاحتفال بيوم الشباب البحريني مدى اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقضاء الشباب وما يوليه سموه من حرص على تسطيط الضوء على النماذج المشرفة منهم وتكريمهم ليكونوا مصدر إلهام وحافزا لغيرهم من الشباب على الاجتهاد والمبادرة وإبراز طاقاتهم الخلاقة والمبدعة في كل ما يسهم في تعزيز المجزات والمكتسبات الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر